عزائي المشاهدين طابط أوقاتكم أهلا بكم عزائي المشاهدين في هذه الإطلالة الجديدة والثارية من برنامج التحدي التي أتشرف فيها بالانضمام إلى أسرة برنامج التحدي رفقة زميلي رمضان حلمي أعزائي المشاهدين طبعا أسعادكم وأرحب وأتشرف بالانضمام زميلي الإعلامي محمد عبد الباقي وإلى أسرة برنامج التحدي وإن شاء الله سنعادكم أن نقدم حاجة إن شاء الله تليك بالبرنامج التحدي برنامج التحدي بيقدم لكم كل ما هو جديد في مجال الطب ومجال الثقافة في الرياضة في الفن في المشاكل الاجتماعية برنامج التحدي قد ضوء على أهم الأخبار والأحداث والقضايا برنامج التحدي هيساعدك في حل مشكلتك اتصل بينا هنعرض مشكلتك ونساعدك في حلها من الآخر إحنا معاك برنامج التحدي سوف نعرض لكم اليوم سوف نعرض لكم اليوم فقرة حق المواطن قضية شغلت الرأي العام في مركز أبو المطمير محافظة البحيرة هنطلع نشوف التقرير مع الزميل عصامي طويل ونرجع إن شاء الله مع ضيفنا المستشار أمير العصار المحامي بالنقد هنطلع نشوف التقرير ونرجع لحضركم تاني أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج التحدي نتطرق الآن لتفاظيل قضية الرأي العام بمدينة أبو المطمير بمحافظة البحيرة ولقاء حصري مع صاحب المشكلة الأستاذ ياسر محيسن أهلا بحضرتك أستاذ ياسر أهلا وسهلا أهلا وسهلا تعرف بحضرتك الأول ياسر محيسن أو البطاقة ياسر أحمد محمد اللقب محيسن يا أهلا وسهلا بحضرتك يريد نتعرف من حضرتك على تفاصيل المشكلة اللي أصارت الرأي العام بأبو المطمير في الفترة الحالية وفي محافظة البحيرة يريد حضرتك تحكي لنا التفاصيل في إيجاز بسيط حضرتك المشكلة كلها أنا ليا حتة أرض بعقود رسمية هذا العهد أهوة حاصل على صحة توقيع أهوة ورق رسمي وفي الورق نفسه أنا ليا حصة محددة المعالم برسم كروكي أهو فجأت أهو فجأت حضرتك أن في رخصة مباني طلعة بمساحة ووهدين من المساحة التحتي فبص جدا رحت مجلس المدينة لقيت الكلام بصحيح فبقوا طلعنا الرخصة لقيت الرخصة أول حاجة طلع باسم الناس ميتين طلع باسم ورسة أحمد حسن مهران أحمد حسن مهران أولاده كلهم ميتين وميتين من إمتى؟ مش من مباع ولا من سنة ولا اتنين دي حاجة الحاجة التانية اللي طلع الرخصة ده مطلع بدون سند وكالة بغير زي صفة إزاي؟ ببص كم من حاجة كمان في الرخصة لقيت مهندس التنظيمة مضاش مهندس مدير التنظيمة مضاش لقيت مهندس تاني خالص بعيد عن البناء هو اللي بعين الرخصة فجأت بالحاجات دي كلها توجهت الواحدة المحلية قدمت إنذارات وقبل الرخصة ما تطلع في الأصل خالص أنا مقدم إنذارات على يد محضر بتقول إن الحاجة دي ملكي وسند ملكيته هوت وأنظرت الواحدة المحلية وورتولم برضو نفس الكلام إن فيه أرض ملكي في حتة فرونية وسند ملكيته هو تمام بعد كده حضرتك رحت رئيس الواحدة المحلية الرجل مشكورا استغرب للوضع ده كله وقعدت له صورة من رخصة المباني طب رخصة المباني دي طلعة إزاي ريس في ناس ميتين دي كانت الطمة الأولى الطمة الأكبر من كده إن فيه مهندس غير المهندس ما هو اللي ماضي طب إنت ماضي ليه؟ مش اختصاصك طب عليك أنت مدير التنظيم مدى ليه؟ ما مداش ليه؟ مدير التنظيم برضو ما مداش يبقى عندنا مدير تنظيم ومهندس تنظيم ما مدوش بناءنا على إيه مهندس من المحلات يجي يمضي رخصة زي دي دي حاجة الطمة الأكبر من كده رئيس الإدارة الهندسية بنفسه هو المتوقع على دي طب إنت موقعت دي إزاي؟ ما فتحتش الملف ما شفتش الورق ده جاي منين وراح فين؟ ما عرفتش إن الرخصة دي طلعة بإسم ورصة ناس ميتين الميتين دول يعني معلش أما طلعوا من التربة وعملوا توكيد للراجل اللي طلع الرخصة وإلا فيه عفريت برة طلع قال له خدته وكي روح يعمل الرخصة وقل زغلول رئيس الوحدة المحلية الراجل مشكورا قابلني مقابلة كويسة واملة طيبة ولمي الورق قولته وحولوا شؤونه القانونية الكلام ده كان إمتى؟ كان تقريبا 225 النهاردة 236 236 ولا حد قال لي عملنا ولا خلينا ولا 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 دي حاجة الحاجة التاني أني يوميا على الله في شؤون القانونية بسأل وراء بتاعي راح فين وجي من ايه؟ لا حياتي لمن تنادي الورق كله حبس الأضرار لصالح مين؟ وعشان خاطر ايه؟ احنا حاليا دلوقتي في عصر لن يتكرر في السابق أو الحاضر في دولة قانون وكل واحد ليه حق هياخده عليه حق هيتاخد منه يبقى نكونش حاجة غريبة دي حاجة اتوجهت لساد المحافظ وعملت جاكوهناك وردهم وحول الورق للشؤون القانونية وقال الورق المحول من الساد المحافظ للشؤون القانونية للبحث والإفادة ليهو لتاريخ الساعة ما فيش أي حاجة نطلع للإدارة الهندسية أقول للمهندسة فيه أرض بتتبنى أرض دي بتتبنى عليها أعمل إيه؟ قلت لي أنا مش اختصاصي طب أروح لمين؟ قلت لي عندك الشؤون القانونية طب يرضي مين اللي بيحصل؟ قلت لي أنا مش عارف نعمل إيه؟ مع العلم في البداية خالص لما طلعت الوقت بيزغلول الإدارة الهندسية طلعت وقف بس وقفه مؤكد بلو يا ياسر واشرب ميته ليه يا جماعة؟ أنا هروح فين وأجي منين؟ دي حاجة بلغت عملت بلغ عند المحام العام جناية تزوير تزوير إزاي؟ رخصة طلعة لناس ميتين طلعة لغير إزوصفة مهندس ليس له أي شأن خالص مدع الرخصة ونقن عليه شيرت الفيديو ودي استغاسة للسيد الفادر رئيس الجمهورية وأنا متأكد ومليون المية إنه لا أعلم ذلك في ساعتها فيه قرار الأمر يصحب الأمر وأفوض أمر إلى الله أعزائي المشاهدين راجعنا لحضراتكم مجدداً في البداية أرحب بضفنا الدكتور أمير العصار المحامي بالنقد والدستورية العلوي أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد وبالساد المشاهدين الله يخليك شكراً لك طبعاً أنا في البداية بشكر زميلنا الأستاذ عيسام الطويل مراسل البرنامج وعايز نوه بس الحاجة مهمة جداً بأن حق الرد مكفول لكل من تم ذكر اسمه في هذه المشكلة سواء بشكل مباشر أو شكل غير مباشر حضرتك طبعاً يا دكتور أنت شفت معنا المشكلة دلوقتي واتفرجت عليها وفي إيدك مجموعة من المستندات الخاصة بهذه المشكلة يعني عايزين نوضح للساد المشاهدين المحاور الرئيسية لهذه المشكلة بسم الله الرحمن الرحيم هو طبعاً بالاطلاع على ظهر المستندات المقدمة من الأستاذ ياسر مقدم الاستغاثة لحضراتكم شكوته بتقوم على محورين أساسيين المحور الأول هو اعتداء على ملكية خاصة لي تمام من أحد أقاربه أو من أحد جيرانه اللي هو قام بالبناء على مساحة مخصصة ملكاً له تمام واستصدار رخصة بذلك الشق التاني من الشكوى أن هذه الرخصة صدرت بأسماء بعض الأشخاص المتوفين تمام وده يعد في القانون إن ثبت صحته يعد تزويراً بكافة أركانه لو تناولنا الشق الأول وهو البناء على أرض مملوكة لصاحب الاستغاثة أو صاحب الشكوى إزاي نقدر نزبط هذه الشكوى أو نزبط هذا الأمر تمام من ظهر الأوراق هنا أن أصل ملكية السيد ياسر ترجع إلى ملكية بالميراسة وتخصيص تلك المساحة تم بناء على عقد قسمة رضائية اتفاقية فيما بينه وبين باقي الوراسة تمام يبقى إذن أنا أصبحت بنتكلم على حالة مشاع حالة ملكية مشاعة تم تقسيمها بمجب اتفاق رضائي هذا الاتفاق لم يسجل بالشكل الذي رسمه القانون ولكن تحصل على حكم صحة توقيع فلا يقوم حجة إلا بين أطرافه بين أطراف هذا العقد فقط لا غير تمام ولكن عشان أنا نقدر نوصل أو نثبط حقية الأستاذ ياسر في شكوى يبقى يجب أول حاجة نعملها أن الأستاذ ياسر صاحب الشكوى يلتجي إلى أحد المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة ويستخرج منها رسما هندسيا بكامل مساحة البناء تمام تمام بكامل مساحة البناء ويتم تطبيق الحصص المثبتة في عقد الاتفاق على هذا التقرير الهندسي الذي يصدر من المكتب الهندسي تمام عشان نقدر نحدد ما هي المساحة التي تم الاعتداء عليها المملكة السيدة الاسي تمام بناء على هذا إذا تم هذا الإجراء بنقد هذا التقرير كاسترشاد أو كدليل استرشادي للمحكمة تمام نلتج إلى محكمة القضاء الإداري كخطوة أولى لإلغاء هذا الترخيص بشق مستعجل يكون فيها شق مستعجل بإلغاء هذا الترخيص الصادم من الوحدة المحلية بالبناء على ما يملكه تمام وإزالة تلك التعديات مع التعويض تمام ده بالنسبة للشق اللي هو بالتعدي على ملكه الشق الثاني اللي هو الأقصى الخطورة طب أنا عايز بس أتدخل مع حضرتك كده وسؤال بسيط أنا عايز عشان بس السادة المشاهدين ما يتوهوش من هنا تمام دلوقتي قضية الأستاذ ياسر اللي هو الراوي بتتمحور فيه جزئين الجزء الأولاني المتعلق بها قضية مراس في البداية تمام أما الجزء الثاني فيها اللي هو اتكلم فيها ويعني واتكلم فيها بشكل مفصل هي قصة الترخيص استصدار ترخيص بأسماء ناس متوفين ليسوا على قيد الحياة تمام وهو ده لب المشكلة بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهار ده مشكلة كبيرة آه فعلا هو بتكلم إن فيه فيه ناس توفت هي مش مشكلة هي جريمة آه جريمة طبعا هي جريمة يعاقب كل من اشترك أو سهلة لهذه الجريمة آه هو فعلا هو بيتكلم كده في تقريره إن هو بيقول فيه ناس توفت وتعمل لهم تصريح بناء تمام فدي ايه المشكلة القانونية طبعا ما احنا قلنا إن هو بنفسه ذكر في تقريره أو في شكوى أنا طبعا طلعت على الرخصة هي فعلا صدرة باسم ما فيش ورصة يعني باسم أشخاص معينين تمام تمام ولكن هو قبل قبل المكتوب ورصة محمد حسن مهران تمام يبقى إذن اللي قدم طلب الترخيص هم ورصة محمد حسن مهران تمام وليس أشخاص متوفين أستاذ ياسف بيتدعي أن الورصة متوفين تمام أن الورصة متوفين أصل ملكية هذا العقار لمن تقول هنا السؤال بعلمة الاستفامة لأنه ممكن ورصة الورصة يتقدمه صحيح بس يتقدمه يتم استذار ترخيص بأسماءهم بأسماءهم أو بأسماء برغم ورصة آه بيعني بيتدعيش الرخصة بأسماء ناس وتوفين ما ينفعش يعمل الحاجات دي بناس متوفين لا طبعا ما ينفعش طب مين صاحب الاختصاص في هذا الأمر؟ صاحب الاختصاص في هذا الأمر الجهة الأولى هي النيابة العامة تمام لأن هذا إنثبت يعد جريمة تزوير مكتملة الأركان تمام تمام فيها الموظف الذي استصدر هذا الترخيص باعتباره أنه أساء استعمال سلطته الوظيفية تمام فهو الأستاذ ياسب بنفسه قال وأقر أنه هو تقدم ببلاغ إلى النائب العام أو المحام العام في الدائرة التي تقع فيها الدائرة التي يقع فيها العقار والوحدة المحلية التابعة عليها تمام تمام فما عليه إلا أن يتتبع تطورات هذا الإجراء تمام إلى ما انتهى انتهى إلى إيه هذا الإجراء أو هذا البلاغ واصلت الحضرات تمام إذا ثبتت هذا أو إذا ثبت هذه الجريمة الأمر منتهى طبعا يعني الأمر هو اعتداء على ملكية خاصة تمام من آخرين استصدار ترخيص على غير أساس قانون سليم فطبعا تزال كافة التعديات التي وقعت على هذه المساحة مع تعويضه عما أصابه من ضرر تمام الخطوات القانونية التي اتخذها صاحب المشكلة طبعا هو الخطوات القانونية التي المفروض يتبعها هي أول حاجة انثبت هذا الكلام تمام أنه يلجأ بشكواه في المقام الأول إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص في التزوير تمام في التحقيق في جريمة التزوير تمام رقم اثنين يتقدم بشكواه إلى مكتب الشؤون القانونية بمكتب سيادة وزير التنمال المحلية تمام تمام خطوة الأهم هو رفع دعوة أمام القضاء الإداري بإلغاء هذا الترخيص يتضمن هذا الطلب شقا مستعجلا لما يتضمنه من ضرر لا يمكن تضارق عواقبه في المستقبل اللي هو البناء وإتمامه على ملكه تمام فهذه أهم ثلاث خطوات بعد كده في خطوات تانية بتلجأ إلى القضاء المدني بعد اللجوء إلى القضاء الإداري ولكن ديها طول الشرح فيها لأنها عايزة بقى مساحة كبيرة جدا من الوقت يعني تمام طيب دلوقتي يعني احنا بالنسبة لشكوة الأستاذ ياسر محيسن احنا دلوقتي بنعرض الشكوة داية أمام المسؤولين وبالناشد السيد محافظ البحيرة يا معالي المحافظ وبالناشد السيد اللواء وائد زغلول اللي هو رئيس المجلس المحلي أو رئيس مركز أبو المطمير بنقول له دلوقتي الرجل دا هو تقدم بشكوة الشكوة دا هي تقدم بها لمحافظ البحيرة تقدم بها لسيادة اللواء وائد زغلول برجاء من حضراتكم أن تنظروا في الشكوة دي لأن الشكوة دي في الآخر كان مكانها الأدراك فإحنا عايزين نشوف إزاي حيتم التحقيق وإن صحت فهي بتمنص أصل ملكية تم حمايته بموجب الدستور والقانون صحيح وبعدين إحنا كمان قلنا قلنا في بداية الموضوع يا جماعة حق الرد مكفوك لكل الذين تم ذكر أسماءهم في هذه القضية فإحنا دلوقتي إحنا بنطلب من السيد محافظ البحيرة والشؤون القانونية إحنا تقدمنا لحضراتكم بشكوة ياريت نعرفه الشكوة دي وصلت لي فيه بالقول إلى السيد رئيس مدينة أبو المطمير إحنا المواطن ياسر تقدم لحضرتك بشكوة إحنا عايزين نعرفه الشكاوة دي راحت فين والشؤون القانونية أفتت في الشكاوة دي وقالت إيه بس هذا كل الموضوع وطبعا إن شاء الله طبعا مصرر أمير إن شاء الله طبعا حيتابع إن شاء الله بالنسبة للقضية دي هنتابع ونشوف المشكلة ياسر وإن شاء الله إحنا هنجيب لها طبعا إن شاء الله مكتبنا بالكامل في الأسكندرية وضمنهور إحنا تحت أمر البرنامج في هذه الحالات الإنسانية لأن إحنا نرفض الفساد لأن هذه الدولة لا تقوم على فساد إن مبادرة السيد الرئيس طبعا إنه لا فساد في تلك الدولة ونواجه بكل قوة أي فاسد في أي مكان أيا كان طيب إحنا هنستأذن حضرتك إن إحنا ننتقل لموضوع تاني جديد وموضوع بيهم الرأي العام أو قطاع كبير جدا من الرأي العام المصري وبخاصة في الريف الموضوع هو خاص بقانون مخالفات البناء أو بين قصين كده لو حبيت أتكلم أو المصالحات البناء الموضوع ده بيهم مقطع كبير جدا حتى إن بعض الإحصائيات بتقول ما تم تقديمه لتقديم طلبات تسالحات البناء يبلغ تقريبا حوالي مليون وستمئة ألف حد دلوقتي وأخيرا قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بيقول في فحواه أو معناه بأنه تم قبول هذه الطلبات جميعا هنا هننتناقش مع حضرتك يعني في هذا الموضوع الأول عايزين نعرف ما معنى هذا القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء وبعد كده بقى عندنا مجموعة من الأسئلة التي وردت إلينا في البرنامج سنتناقش فيها مع سيادتي هو بس أنا حابب في موضوع التصالحات طبعا هو قيل فيه ما قيل وهو تحمل كثير من الجدل الذي لا يستحقه هذا القانون من وجهة نظري أنا القانونية هو قانون استراتيجي ذات هدف يصب في الأصل في مصلحة المواطن وليس في مصلحة الدولة أنا لما هنقيم دولة صاحبة سيادة حقيقية على أرضها لا تسمح بوجود أي جريمة سواء كانت هذه الجريمة تنظيمية أو أي نوع من الجرام جرائم المخالفات هي جرائم تنظيمية من المقام الأول تحتمل شقين جنائي وإداري تمام؟ تمام ولكن هذا القانون قد شرع من أجل مصلحة المواطن عشان أنا النهاردة لما نقوم نبني في مناطق أو بشكل عشوائي لما نقوم نبني على الأرض الزراعية إيه اللي أنا سببته لمصلحة هذا الوطن؟ أنا بحثت عن مصلحة الشخصية أن أنا بنيت بيت تمام؟ ولكن أدى ذلك إلى تآكل الرقعة الزراعية حضرك لما تيجي تبني بيت على مساحة أنت ما بتدورش المساحة اللي بنيت علىها فقط أنت منعت مصدراتي الغي والصرف عن باقي المساحة صحيح فأنت تسببت في إضرار رهيب للدولة لأن حضرك بنيت على قراطه بواسط عشرة تمام؟ فهذا القانون الهدف منه هو قيام دولة سليمة صحيحة عشان أنا كمواطن أنا وأولادي نستريح لما أنا النهاردة نخش في شوارع في المحافظات الكبرى بعرض 6 متر و 8 متر وفيها ارتفاعات بالـ 20 و 30 دور حقيقة حقيقة على أرض الواقع بدون حساب للبنية التحتية أو ازدحم السيارات أو إلى أخره سكانة الـ 30 دور أو الـ 20 دور هيركنوا سيارتهم فين في الشارع وأنا ما وفرتش لهذا المرفق أي حاجة نقدر نستوعب هذا الكم هذا القانون صادر من إدارة سيادية سياسية واعية حقا تمام أنا حاستأذن حضرتك بس عشان وقت البرنامج احنا هنحاول ناخد الموضوع في نقاطه في أسئلة طبعا عشان في بعض الأسئلة بس لأنه حصل عليه جدل كتير جدا جدا طيب احنا عايزين بقى نلخص القانون إن شاء الله للناس في مجموعة من الأسئلة الصغيرة في سين وجيه أنا حاسأل حضرتك وأقول لك هل هذا القرار يطبق على المودن والريف قرار السيد رئيس الوزراء اللي صدر من كام يوم طبعا هو يعني ذكر على سبيل الحصر القرى ولم يذكروا المودن ونحن نتبه حرفية القرار حرفية القرار بتقول قرى يبقى إذن هو قرى في الريف الناس اللي بنت يبقى معروف قامل طيب احنا لو عايزين دلوقتي نعرف سعر متر التصالح في الريف هو حدود السيد رئيس الوزراء بخمسين جنيه ما فيه زيادة ولا أقل طيب احنا بس نعطي النوع دي مهمة بس عشان قطر بعض نوضح للسادة المشاهدين هو تم تقديم التصالح ودفع الجدية على أساسها طيب كيف تتأكد الدولة من صحة البيانات بص حضرتك النهاردة الدولة أطلقت حق المواطن في أنه يقدم الإقرار اللي هو طلب التصالح تمام واعتمد في ما فيه من بيانات يعني السيد رئيس الوزراء قال لك أنت حضرتك قدمت كذا أنا موافق على أنت قدمته وهنحسبك وهنقدم لك التصالح على البيانات اللي حضرتك أقرتها بموجب إقرار حضرتك بتنظفه أو بتوقع فيه كمقدم لطلب التصالح أو لطلب التصالح بتوفيد فيه بصحة البيانات دي تمام طيب إيه دور الدولة الرقابي الدولة قالت في شق تاني في القرار أنها تشكل لجان وتطلع تأخذ عيانات عشوائية أو تنظيمية على حسب مدقائي الوحدة المحلية أو وزارة المال المحلية تمام فإذا ثبت أن فيه غش أو تدليس أو خطأ أو تزوير في تلك البيانات من حق أنها تتخذ كافة إجراءاتها التي ترتقها تمام في مواجهة صاحب الطلب طيب برضو سؤال مهم برضو ماذا بعد سداد الرسوم بعد سداد الرسوم حضرتك بتتحصل على نموذك رقم عشر تمام أي رسوم حضرتك كامل للمصالحة ولا الجدية فيه نقطة طيل دفع رسوم جدية التصالح ودفع كامل قيمة التصالح طيب ما هي طرق السداد هي طرق السداد مقصود بطرق السداد أستاذ محمد معلش يعني كيفية السداد آه لا طرق السداد هل فيه كاش أو التأصيد أو يعني لا يا فاندن طبعا هو القرار واضح قرار السيد الرئيس الوزراء واضح جدا ما فيه كلام قالك إن هو يجوز المواطن إن هو يقصط المبلغ كامل إجمالي المبلغ على مدة ثلاث سنوات تمام من تاريخ الاستحقاق أو إن هو لو دفع كاش بيقدر يتحصل على نسبة خصم المقاررة في القرارة تمام طيب ماذا بعد إتمام التصالح؟ بعد إتمام التصالح حضراتك بتستفيد بكافة الفوائد المتنطبة على التصالح نقولك أبسط مثال بسيط جدا بس عشان كلنا نستوعبه ده يقوم مقام التوصيق يعني أنت بتعتبر أن أنت وسقت شاقتك أو بيتك ده الوحده قرار التصالح النهائي ده ده مقام التوصيق تمام؟ مش بس كده إن أنت أصبحت العين المملوكة لك عين شرعية قائمة تقف عنها كافة المخالفات وكافة الدعاوة تسقط وتقف لا يمكن الإتمام فيها أو السير فيها تماما طبعا بيبقى من حقك أن أنت تدخل كافة المرافق حتى لو كانت هي كودية بتحولها بإسمك حضرتك لأنه ما بيبقاش كود عداد كودي لا حضرتك خلاص تحصلت ووسقت شاقتك بشكل قانوني حاجة موسقة مع الدرس تحصل على عداد طبعا بتقدر تتحصل على ترخيص للوحدات التجارية أو الصناعية وطبعا يأثر على سعر البيانة عموما الكلام في موضوع قانون مخالفات البناء والمصالحات موضوع لا ينتهي وموضوع شيقدا نحن في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخالص شكر والتقدير لأستاذنا الأستاذ الدكتور أمير العصار المحامي بالنقر شكرا زميلي رمضان على هذه الحلقة الشيقة شكرا لكم عزيزي المشاهدين على حسن الاستماع والمشاهدة كما أتقدم بالشكر لزملائي في الأستوديو وزملائي المراسلين خارج الأستوديو الأستاذ عصام الطويل والأستاذ سلم السيد والأستاذ عصام سند أنا أشكرك شكرا جزيلا ويكون سعادة النهاردة وهي حلقة مفيدة جدا وإن شاء الله نستطيع أن نوصل كل صوت مواطن نستطيع أن نوصل لصوته إن شاء الله من خلال برنامج التحدي وإحنا رقمنا موجودة على الشاشة أي حد حبيب يتواصل معنا من خلال رقم الموجودة على الشاشة إن شاء الله هنكلمك ونرد عليك ونوصل صوتك ونعرض مشكلتك إن شاء الله وأنا بشكلك شكرا جزيلا للأستاذ محمد شكرا نستطيع والسلام عليكم